كنا منتكلم في عوامل تدهور الصحة النفسية للأسرة أول عامل أو من أهم العوامل أن يبقى فيه مرض عضوي عند حد من أفراد الأسرة زي ما كنت بضرب مثال كنت بقول لحضراتكم أن هنفترض أن الزوج مثلا عنده سرطان في القولون مثلا ده هيخليه ردود أفعاله عنيفة جدا 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 لأنه هو هيبقى مصاب باكتئاب فظيع واحد بنقوله أن أنت عندك سرطان في الحتة الفلانية تخيلوا مدى المعاناة النفسية عند هذا الشخص تخيلوا بقى هتبقى معاملته إزاي مع الزوجة مع الابن مع البنت حتى مع أصدقائه ومع أهله المحيطين بره إطار الأسرة هتبقى الأمور فيها مشكلة كبيرة جدا جدا علشان كده من أحد الأسباب القوية لتدهور الصحة النفسية للأسرة أن يبقى أحد أفراد الأسرة مصاب بمرض عضوي وحبز لو كان مرض عضوي قوي زي السرطانات وما شابه شكرا للمشاكم